اشتركوا في القناة بعض الالتزامات دعنا نقول عنها أنها ميثاق للاشتغال على ما هو فلسفي إذا كان نحب ونخدمه ودوة يوم الحسم على الأقل بالنسبة لجمعات الأداء كفسون كات خطوة كبيرة نحو النجاح تتحقق ودوة كيف نجمو ندخل لهذه المعركة وهي ليس معركة هي حرب نفقوه ثم نزو بها الحروب يجب خوضها أولا من خلال هذه المعارك التي يجب أن ننتصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نواصل بث مرة اخرى وقلت ماذا يجب ان نفعل قبل ان نبادر بالاشتغال على ما اخترناه من موضوع او نص نشتغل عليه ثم بعض تلام ذا حسمت امرها وقال تسمع انا اليوم مش ناخد نص والاخرين قالوا لا ارانا اليوم مش ناخد موضوع لا هذا ولا ذاك احنا ما نجم ناخد موضوع ولا نص الا اذا كان الموضوع قدامي والنص قدامي وحينها نختار اذا ما اردنا ان نستنتج من هذه الفكرة نقوله الاتية لا يمكن ان نختار قبل ان نختار حتى واحد فينا ما ينجم يمشي وهو مزال ما اختار حتى شيء في معنى ما نجم مش نختار اني مش ناخد نص او ناخد موضوع وانا مزلت في دارنا احنا نختار وقت نتحطوا قدام امكانات حقيقية للاختيار في معنى تتحط زوز موضوع قدامي ويتحط النص قدامي حينها اقرر ما يجب ان اختار هذا اول اثنين ثم بعض الجماعة اش يختاروا يختار اللي هو محظر المسألة اللي هو احظرها كالكسوالي كوندسون هذا تصور خاطئ نختار الموضوع اللي واضح في ذهني ونجم نشتغل عليها منهجيا ثلاثا ثلاثا البعض يتركوا الموضوع جانبا وبتبعه باعتباره محظر الخصوصية والكونية وان لم حظر الدولة وان لم حظر الاخلاق وان لم حظر الفن وان لم حظر النمجة دونك يمشي طول بشي عمل عملية انتحارية معرفية السيد ماشي يمشي فجر روحه معرفية هلا هذا ولذاك مرة اخرى كل الافكار والمعطيات التي امتلكها قد لا تساوي شيئا اذا لم اضعها في مكانه المناسب واذا لم اشتغل فعلا على نص السؤال او الموضوع الذي امم في معنى ان اذا كان عندي موضوع من الموضوع واحد اثنين انحدد الصيغة المنطقية لانها هي المتحدد للمصارى المنهج الذي يجب الاشغال عليه ثلاثة احاول ان انظم هذه هي العناصر المنهجية وفق ترتيب يخضع لها اربعة اطوع الافكار الفلسفية بما ينسجم مع المطلوب لا يجب ان يكون العمل اسقاطا او سردا او ثرثرة او حشوا في معنى من جمشن خلي الموضوع واسمعانا راني عندي برشة معطيات عندي برشة افكار على الدولة ولا على الخصوصية ولا على الفن اذا المعطيات اللي عندي الكل يجب نحطها الكل بقطع النظر على الموضوع موضوع بهذا الشكل ما ينجم شي جاوز عدد ست يعني العدد اللي ممكن ياخذ واحد يصب في الافكار الفلسفية اللي هو محضرها دون تطويع ودون توظيف لن يتجاوز هذا العدد ست مش نفعل عليك صديقي نحب نبين إيجا نطلع العدد مع بعضنا وكيفاش نعمل باش نجم نطلع العدد مع بعضنا نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها إذا كانت خلت للقسم فأنا في حضرة امتحان مقدس ما نسمعش كلام أصحابي لموجودين غادي لأنه يفسد عليك تركيزك أحيانا هناك من تكون لها القدرة على أن يؤثر ويوجه تفكيرنا ومن فيق اللي هو وجهه لتفكير وهو موجود معايا في الحصة ولا موجود معايا في القسم يفسد لي خدمتي إذن ما نخلي حتى واحد ينجم يكون واصي على العمل المتاعي إنجاحي هو إنجاحي أن أنت المشتنجح أنت وهؤلاء الذين يدعون إليك بالنجاح أمك ودمعتها في عينيها بوك ببعض الدعاء أنت ببعض حبات العرق اللي بذلتها الناس اللي يحبوك من خلفك ومن أمامك وهم سندا لك كل هؤلاء ما نفردش في إنجاحي ونحاول كل خطوة من خطواتي تكون خطوة مدروسة أخطط لها وأعمل على أن تتوج دائما بهذا النجاح الذي أكون جديرا به والذي صبرته حتى أنال والذي تعبته من أجله إذن ما نجموش نختار الموضوعات وإلا ما نخليش يكون يوجه اختياراتي وإلا ما نخليش يكون يأثر على أفكاري ولا على نظام المنهجي سأختار هذه معطيات أولية يجبوه أن نأخذها بعين الاعتبار آخر المعطيات التي يجبوه أن أقولها في هذا صدد به أتجم أن تكون محظظة الخصوصية الكونية وجدتك الخصوصية الكونية احضر أن تفرحها أكثر من اللي يلزم يا صديقي الفرح أكثر من اللي يلزم بمسألة جاتك ما يعنيش أنك مش تخدمها بالبيه إذن الفرح المبالغ فيه هي يفقد لي تركيزي الجيل الخصوصية وأنا محظرها الركز روحي ونحاول أقصى ما يمكن أن ننظر للموضوع ونشوف هو اشتارب مني وأخطي تقولي هذا أنت حضر حاجة وجدتك حاجة مهجة طامة لا ندخل ولا نبكي ولا نحولها حصة ولا لقائم تعويل في الصحراء ونحيب أش نعمل نحاول نركز روحي نحاول ننظر للموضوع لنجم نخدمه نحاول نستعيد بعض الأفكار بقدرتي على التركيز وما ثم كان خير نعرف أنه أصدقائي كلهم من الناجحين من المتفوقين خطوات ثابتة ما يربطني على نجاح إلا بعض الخطوات كل هذه الخطوات تفتك لنفسها ما أردناه لأنفسنا من نجاح إذن نحن ندعو إلى أصدقائنا بالنجاح بعد هذه الملاحظات السريعة ننتقل الآن إلى عمل المنهجي العمل المنهجي اليوم سيتناول موضوع حول الدول والصيغة سألني الكثير من تلميذي وأبنائي وولادي وبنوتاتي حول هذه الصيغة إلى أي مدى صيغة إلى أي مدى دابور أولا دعني نقول حويجا راه كل صيغة موضوع لها خصوصيتها المنهجي شو معنى؟ يعني ما تنجمش عندك طريقة واحدة تخدم بها كل الموضوعات رغم السيغات المختلفة التي توجد تقريبا هما 13 صيغة 13 صيغة يتخدموا بطريقة مختلفة على الأقل لحنا تكون عندنا تصورات نخدم بها هذه السيغة في اختلافها وفي تنوعها وقت تتغير السيغة وقت نخدم سيغة إلى أي مدى موش كما نخدم سيغة بأي معنى وقت نخدم سيغة بأي معنى مش كما نخدم سيغة حصر قولة في شكل حصر وقت نخدم سيغة في شكل حصر مش كما سيغة التناسب ولا التناسب العكسي وقت نخدم سيغة التناسب العكسي مش كما نخدم سيغة التلازم وقت نخدم سيغة التلازم هيش كما صيغة السبب والنتيجة إذن نلاحظ ريت هذا التعداد اللي عمناه يعني أن هناك أكثر من صيغة الصيغة المنطقية البنية المنطقية صيغة السؤال كما يرد في الموضوع يغير كثيرا من طريقة الاشتغال على الموضوع إذن إذا كان عندي صيغة كما هذا الموضوع الذي أمامنا توى إلى أي مدى تكون سيادة الدولة أكثر شرعية كلما ضمنت الحقوق لمواطنها كيف فيجب أن نشتغل على صيغة إلى أي مدى صيغة إلى أي مدى إذن هي صيغة تتطلب لحظتين دعنا نسجل منذ البداية أن ما هو مهم بالنسبة إلينا أن رهي الصيغة هذه وسنعلق عليها هذه الصيغة هي صيغة تشتغل هذه الصيغة هي صيغة إلى أي مدى إذن من كان يعرفه نحاول أن نذكره ومن لا ومن لا يعرفها هي فرصة إلى أن يعرف عندي إلى أي مدى وجيب لي موقف الموقف الفلس واضح أن الصيغة هذه هي صيغة تتطلبني البحث في المراجعة النقدية للموقف ما لا ما صار هذا ما صار هذا السؤال في إعلانه المباشر هو سؤال يطالبني بالنقد هو يطالب فيه قال لي براك يا صديقي رك مش تنقل كيف يجب أن نشتغل على هذا النوع من الموضوع قداش عندي من لحظة يلزم يكون عندي كي يحل الموضوع نلقى عندي لحظتين ويبدأوا واضحين ومتميزين وعندي وعي تام بأنه عندي لحظتين واللحظتين هذوما يقع الفصل بينهما يقع الفصل بينهما تعبيريا يقع الفصل بينهما منهجيا ويقع الفصل بينهما منطقيا في اللحظة الأولى يتم الاشتغال على تحليل القول الذي ورد في هذا السؤال التحليل يتم بهذا الشكل استخراج العناصر التي تؤسس له في محاولة للتفكير مع مطلب نص الموضوع بعدها استخراج أو تقسيم العناصر إلى أفكار جزئية تقسيم العناصر إلى أفكار تقسيم العناصر إلى أفكار جزئية في الأثناء ترتيب وتنظيم هذه الأفكار ثم بعد ذلك تطويع ما يلزم من المرجعيات لمعالجة هذا القول ولا هذا الموقف هذا في اللحظة الأولى في اللحظة الثانية ننتقل إلى نقد هذا القول ولا هذا الموقف ومراجعته في معنى تنسيب الموقف تنسيب الموقف ومراجعته نقدية وهنية يجب أن يكون هناك أكثر من فكرة نقدي تقول لي عليه واضح عليه لأن صيغة الموضوع هي صيغة لها توجه نقدي إذا ما كان المطلب نقديا ما يجبش يكون القسم من التحليل أكثر من قسم النقد على الأقل نحاول نوفر بعض الأفكار التي تسمح بالاشتغال على هذا الموقف وبمراجعته نقديا هذا في مستوى هذا في مستوى الاشتغال طريقة الاشتغال على في مستوى طريقة الاشتغال على اللحظات يعني كنت جيني صيغة إلى أي مدى أول حاجة نعملها نخرج العناصر التحليلية الكبرى في شكل لحظات لحظة أولى ولحظة ثانية لحظة الأولى تتناول التحليل القول أو الموقف دون سواه تنظيمه تقسيمه ترتيب العناصر تطويع الأفكار تنظيمها ثم بعد ذلك استخراج مسلمات ضمنية كان ثم تبعات وحجج وأحرص على تنظيم هذا العمل في اللحظة الثانية ننتقل إلى تنسيب هذا الموقف ما فيها بس نحاول نقسم هذه المراجعة النقدية إلى مستويات ويجب أن أنظر إليه من أكثر من جهة هذا في مستوى التأسيس النظري طيب لو نحاول مع بعضنا أن نشتغل على هذا التصور ماذا نجده؟ سنحاول في البداية أن ننشئ تصميماً تخطيطياً نحاول نخطط نحاول نفكر لهذه المسألة أو أحاول أن أفكر في هذا الموضوع وأتسلح في كل ذلك بالقدرة على التفكير بالقدرة على التركيز بالقدرة على التيقض لكل شيء كل كلمة حتى الفيرجول حتى الفاصل أقفوه لأبحث إن كانت له غايات أخرى نلاحظ أولاً إذن أن الصيغة وردت في شكل نقدي وهذا النقد يتحدد من خلالي الصيغة المنطقية للسؤال الذي تحيل عليه طو إذا ما أردنا أن نبحث في الموقف ماذا نجد تكون سيادة الدولة أكثر شرعية كلما ضمنت الحقوق لمواطنيها بهذا الشكل هذا ننطلق أولاً من البحث في الدلالة السياقية لمفهوم سيادة الدولة ورد في الموضوع مفهوم سيادة الدولة أحنا قلنا سيادة الدولة داخل الدرس ولكن المقصود بسيادة الدولة في هذا المجال ليس سيادة الدولة كما درسناها في القسم في الدرس وإنما سيادة الدولة كما تتنزل داخل هذا الموضوع بي أتقول لي كيفش نحدد الدلالة السياقية لهذا المفهوم ساهل الأمر برشا حدد الدلالة السياقية لهذا المفهوم بربطها وتعيين معناها داخل الإقراء أعيد سيادة ما عندي مفهوم سيادة الدولة إذا كان عندي سيادة الدولة كمفهوم نحب نحده سياقيا ماذا يمكن أن يعني ما نعمل حد شيء نربط سيادة الدولة بمفهوم أخرى داخل نص السؤال أش نوجد نوجد أنه سيادة الدولة تطلب أن تكون موهش شرعية وإنما أكثر شرعية وهن هي ثم مسلمة ضمنية النجم نكتشفوها اشن هي المسلمة الضمنية حلق قوس صغير المسلمة الضمنية هي الفكرة الخفية التي يجب إظهارها والكشف عنها ماذا يمكن أن تكون المسلمة الضمنية لهذا الموضوع واختقل سيادة الدولة أكثر شرعية هذا يفترض أن هذه السيادة هي شرعية ولكنها لا تريد أن تكتفي بأن تكون شرعية وإنما تبحث لنفسها على أن تكون أكثر شرعية ما لا مش نربط سيادة الدولة بشرعية من جهة ثم بعد ذلك مش نربط الشرعية بكلمة أكثر نخرج بفكرتين الفكرة الأولى أن سيادة الدولة قبل أن تكون أكثر شرعية أو قبل أن تطلب للفسها أن تكون أكثر شرعية فهي سيادة شرعية قبل ذلك ماذا نقصد بشرعية؟ المقصود بالشرعية هي تحدد ضمن مستويين الشرعية تنطلق من خلال ما هو قانوني القانون وحده هو الذي يجعل سيادة الدولة سيادة شرعية والحق هو وحده الذي بإمكانه أن يؤسس لسيادة الدولة حتى تكون سيادة شرعية النقطة الأخرى نعاود نربط سيادة الدولة بايش؟ بكلمة ضمان الحقوق وحتى هوني عندي مسلمة ضمنية ثانية كفوا النص قداش مثقل نص السؤال قداش مثقل بالمعاني قداش مثقل بالمفاهيم قداش مثقل بالعلاقات التي تؤسس لهذه المفاهيم بطبيعة واحدة اخر غيري صاحبي هاوكا من غادي هاوكا حات راسه سيدي جاء وبدأ يخدم ويصب في سيادة الدولة والكور على سيادة الدولة وبرها كيك وجايبها من حالة الطبيعة البشرية ولا من السلطة ويميز بين السلطة والسيادة وجايبها كيك دونك يا جماعة الأمر ليس بهذا الشكل الأمر ليس بهذا الشكل هذا التصور الذي يعتمد على على اسقاط الأفكار حافظ سيادة الدولة ونصبها لن ينفعني في شيء بالعكس يذرني أكثر من ينفعني وقت نحط تانا موضوع ولا عمل متاع تلميذ حاول باش يفكر في هذا السؤال بشكل شخصي السيدي ما عنده حتى فكرة هو ما وإلا أنساء كور الدولة وإلا مش بحضر كور الدولة لكن بدأ يخدم شوية على المفاهيم وحاول باش ينظمني العلاقات وحاول أنه يأسس لي فكرة محترمة ولا موقف محترم في شكل عنصر من العناصر تعرفوا قداش يخوه يا جماعة يخوه سبع يخوه ثماني واحد آخر صب الكور بتاع الدولة كل حافظه حفظه بدأها من السلطة والسيادة حتى للي يكمل المواطن العالمي ولا الدولة والمقاومة هذا يا شيخ يخوه بينا 4 و 6 إذن من لول إذا كانت تضمن لنفسك عدد مريح ومتوازن نخدم على السؤال نعاود نخدم على السؤال نعاود نوصي أعمل كل شيء ثم حاجة وحدة نوصيك عليها وما تنساهاش نحاول نعاود نأكد عليه يلزمك تخدم على السؤال في مرحلة أولى حاول تخدم على السؤال تقول لي ميسيو كيف فعش نخدم على السؤال نخدم على السؤال باستعادة الأطروحة والتفكير فيها نخدم على السؤال بتبني الموقف والاشتغال عليه نخدم على السؤال باستعادة العلاقات التي تؤسس لأفكار هذا السؤال هذا الموضوع نخدم على السؤال بمحاولة تنظيم الأفكار نخدم على السؤال من خلال تطويع هذه الأفكار نخدم على السؤال من خلال توظيف ما يلزم من المرجعيات ساعات درس كامل نخدم منه وزوز أفكار بارك والباخي لكل تفكير شخصي واضح؟ ما لا في مستوى إذا كانت تحب تخدم على السؤال قدامك حل واحد إيجا خوذ المفاهيم من طع الموضوع وأسس للعلاقات الممكنة بينها قلنا عنا سيادة الدولة وعلاقتها بشرعية في السؤال جبتها من بره أنا كلمة شرعية السلمة ديادة الدولة جبتها مندارية ما جبتهاش مندارية ما خرجتهاش من جيبك ساحبي البيت أنت شاعمل أنت سيادة الدولة موجودة في السؤال ولا في الموضوع لإعطاه وانت تحاول تبحث على هذه السيادة الدولة كيف تتحقق داخل السؤال ولا داخل الموضوع مع العلم أنه ما قل لي الشرعية برق لا قل لي أكثر شرعية المسلمة الضمنية أنه الموضوع يميز بين نوعين من الشرعية بين الشرعية وما هو أكثر شرعية وواضح أن سيادة الدولة تطلب أن تكون أكثر شرعية كأن مطلبها الحقيقي أن يكون أكثر شرعية جينا قلنا باي هالشرعية هذه كيف تتحقق ما الذي يجعل مما هو شرعي شرعي في المستوى السياسي ما يجعل مما هو شرعي شرعي داخل المجال السياسي حاشي أولها الاعتراف بالحقوق الدول أو سيادة الدول أو سلطة الدولة أو نظام الحكم السياسي الذي تبحث فيه الدول يكون شرعيا إذا معطرف بحقوق مواطني هذا أولا ثانيا سيادة الدولة تكون شرعية إذا ما استندت في ممارساتها السياسية إلى القوانين يكشف كل ذلك على أن ما تطلبه سيادة الدولة في هذا المجال وفي هذا المستوى إنما هو ما هو أكثر شرعية وليس ما هو شرعي كأن هذه السيادة تتجاوز مطلب الشرعية وكأنها تبحث لنفسها عن ضمنات أخرى تدعم بها شرعيتها لتكون أكثر شرعية إذن نربط بين سيادة الدولة وأكثر شرعية هذا من جهة أولى من جهة الثانية حينما نقول سيادة الدولة تطلب أو تريد أن تكون أكثر شرعية ما الذي يحدد هذه الشرعية حتى تكون أكثر ما يحدد سيادة الدولة لتكون أكثر شرعية هو ضمان الحقوق وقلت قبيلة أن كلمة ضمان الحقوق تحمل داخلها مسلمة ضمنية أخرى ما هي المسلمة ضمنية؟ نحن لا يمكن أن نضمن الحقوق إلا إذا ما سبق خطوة ضمان الحقوق الاعتراف بالحقوق مالش ولا عندي؟ ولا عندي الاعتراف بالحقوق مطلب سابق لضمان الحقوق وهذا يفترض أن سيادة الدولة قد مرت من مجال انتقلت من مجال الاعتراف بالحقوق لمواطنيها إلى مجال ضمان الحقوق لمواطنيها رينا كيفاش أفكلي منيوم بطريقة بسيطة وواضحة نجم الموضوع انفجروا ونفكوا من بعضه انفصلوا من بعضه أصلاً وأجدوا نفسي هناك العديد من الأفكار التي تساعدني على أن أؤسس أن أؤسس لمجموعة من الأفكار التي تعمق من التفكير في هذا الموضوع إذن إذا ما كانت صيغة إلى أي مدى تطرح لحظتين من الاشتغال فإن هذين اللحظتين أولهما تحدد الإقرار أو الموقف ويكون هذا الموقف كالتالي تكون سيادة الدولة أكثر شرعية كلما ضمنت الحقوق لمواطنين اللحظة الثانية ننسب هذا القول بأن نقول أن سيادة الدولة لا يمكنها أن تصل إلى هذه الشرعية ولا يمكنها أن تضمن الحقوق لمواطنيها بل لعل ضمان الحقوق ليس للمواطنين وإنما هو ضمان حقوق الدولة حق الدولة في الحكم كأن الدولة التي تبحث لنفسها على أن تضمن الحقوق لمواطنيها إنما لا تضمن الحقوق لمواطنيها وإنما تبحث على أن تضمن لنفسها الحق في استمرار حكمها السياسي معناها ما تصادش الرب الدولة وهي تلوج باش تعطي الحقوق للمواطنين باش تضمن الحقوق للمواطنين ما كانتش تضمن في الحقوق للمواطنين وإنما كانت تتلوج لنفسها على وضعية مريحة لاستمرار حكمها السياسي هذه فكرة نجمش تغلى عليها وإلا وقت نضمن الحقوق السياسية للمواطنين أناش قاعد نعمل ما نجمش ضمان الحق إذا ما سعنا فيه قد يتحول إلى قوة تضرب قوة الدولة ذاتها تضرب سيادة الدولة ذاتها وتوليهونية قوة المواطنين إذا ما ضمنوا حقوقهم مهددة لقوة الدولة مهددة لشرعية الدولة مهددة لسيادة الدولة هذه زوائز أفكار نجم نخدم بهم وهو أفكار بسيطة ما تكلفني حتى شيء جست شوية عمق في التفكير شوية دقة في التفكير شوية تمعهم في التفكير وبعض الطيقض وراسمان غدوة هو الطيقض نزيد نحل القوس صغير في كل مرة اللي غالبش نحل بعض الأقواس النفسية حاول في الاربعة سوية إذا كان الموضوع عاطيك ربعة سوية أراك مش ماشي غادي مش طيب التاي أنت ماشي غادي باش تستنزف كل قطرة عرق كل جهدك يتحول الفعل التفكير إلى نوع من العناة نوع من المعاناة يلزم كتفركم من بعضه أحيانا نفضلك مع بعض من تلملتي نقولهم إذا كان الموضوع عنده عينين يجبدلوا عينيه سوء معناه هجبد عيني الموضوع؟ أنت ما تنجبش تجبد عيني الموضوع بجبدان الدرس أنت وأنت تعاود في الدرس تجبد في عينين الدرس أحنا أنا نحبك تجبد عينين الموضوع إذا كان جبدت عينين الموضوع أتأكد أنك قاعد تقدم في الموضوع وأن تضامن خطوات ثابتة تساعد على الاشتغال على المطلوب حددنا ماله صيغت إلى أي مدى وحددنا اللحظة الزوز لحظات اللي أنا مطالبه اللحظة الأولى هو الاشتغال على الموقف اللي يجي بعد إلى أي مدى معناه مش نلقى هك النحي إلى أي مدى على روحها والتي إلى أي مدى عاونتني برك الله فيها ويعطيها الصحة وأنا اخذيت بنصيحها ووقتي يجيني إلى أي مدى نخدم لحظتين وما عندي كان لحظتين اللحظة الأولى نحلل فيها الموقف واللحظة الثانية النسب فيها الموقف نحل القوس وأنا نحل ياسر في الأقواس ما يسالش واسع بالك معايا ما تغشش شنتي من غادي يا صديقي ما تضحك شنتي من غادي خذ بعض الملاحظات تأكدني النجم من في يدك ونمشي معاك جزكوبو أنا عندي الثقة في هذا الذي نقوله أنا عندي ثقة فيكم أيضا وعارف أن هذه الحصة قد تغير منا إن لم تكن قادرة على أن تغير منا الكثير فإنها قادرة أن تغير منا البعض إذن إلى أي مدى نخدم لحظتين اللحظة الأولى نحلل فيها واللحظة الثانية نناقش فيها ونناقش من حملش مكاسب لحظة الاشتغال على صيغة إلى أي مدى لا تعترف بالمكاسب هاوكا من غادي ثم واحد سألني قل لي علاش ما فيهاش مكاسب يا مسيور هانا ناخد مفاهب بالمكاسب نقوله ذلك شعني كذا كانت تدخل مفاهب بالمكاسب أما الموضوع منطقيا إيجا نفكر مع بعضنا طيو نلقاوها لا يقتضي لا يتطلب مكاسب طيو قلنا رأي صيغة إلى أي مداهي صيغة نقضية طيو واحد بالله قل لك أسمع بالله ينقض أنت قلت له استنيني بالله يقبل ما ننقض بشوية بشوية استنى استنى ما نحبش ننقض داني أسمعني رواذي يباهي ما يجب ناش ننقضوه طيو هذا كلام صديقي كلمة إلى أي مدى صيغة إلى أي مدى تعلنه بشكل مباشر وصريحة أنها تشتغل عليك أن تشتغل على النقد إذا كان هو طالبني بالنقد أنا نجي قل له لا رو ثم مكاسب هم المكاسب بتاع الموضوع هذا مغاير وهذا مجانب للصواب المنطقي على الأقل من جهتي ما هو منطقي ما لا صيغة إلى أي مدى ثم لا تهموا لحظات خلينا نقولهم تخدم على الموقف تبدأ بالموقف اللي مش تنقض ثم بعد ذلك تنقض هذا الموقف ما هو عندي موقف أنا مش تنقضه ما قال لي إلى أي مدى بعد ذلك جاء موقف ها هو صديقي الموقف الموقف هو كل هذا القول يبدأ من تكون حتى للأخ هذا يا الموقف وهذا الموقف يستدعي ماذا يستدعي التحلي بكلمة إلى أي مدى تحيل على شنو وكنا راهي تحيل على النقد ما لاش عندي كانوا قاعد يكلم في كانوا اللي طارح الموضوع يكلم في قل لي أنقض أهوك النقد أنقض هذا الموقف قلت له أنا لحظة من فضل رأنا من نجموش ننقدو حاجة إلا ما نتعرف عليه نتعرف على الموقف بتحليله ثم بعد ذلك أراجعه نقديا ولوش عندي وقلنا نحيو المكاسب في العنصر الأول تكون دولة أكثر شرعية كلما ضمنت الحق المواطنية وفي العنصر الثاني أشكك في هذا الموقف أنسب هذا الموقف أنقض هذا الموقف أراجع هذا الموقف لأبين حدوده لأبين نقائسه ومستويات تنسيبه ونقده هذا فهمناه أو على الأقل أعتقد أنه تقدمنا خطوة نحو فهم وعودتها برشا مرات ليغفر لي البعض شبهها يعود برشا أنه يعود برشا لغالب العمل التعلمي والعمل المعرفي يحتاج برفوع باش ترسخ فكرة يجبنا نعاودوها نعاودوها ونعاودوها أكثر من مرة بطرق مختلفة لأنه إحنا اللي يسمعوا في يتوا أو اللي يحاضرين معانا وللي يتابعوا فينا مستويات مختلفة ومتفاوتين متفاوتين في درجة تفكيرهم وفي قدوتهم على التركيز هذاك عليش هننعاود طوى حددنا الموقف الذي سنقضه وحددنا قلنا أرى هذا الموقف يحتاجه إلى نوع من المراجعة والتنسيب المشكلة هو طوى كيفش ننجم نخرج العناصر الجزئية لهذا لهذين اللحظتين أول حاجة علمونا أنه من النجم يشتخدم على الموضوع إلا إذا كان حددت الدلالة الصياقية متاع المفهوم الأساسي الذي ستشتغل عليه المفهوم الأساسي الذي سنشتغل عليه هو سيادة الدولة من جهة وعندي فكرة المواطنة من جهة أخر وقت نحكي على سيادة الدولة في علاقتها بالمواطنة المواطن ما ينجم يكون موجود إلا داخل نظام سياسي ديمقراطي لأن الدولة الديمقراطية والنظام السياسي الديمقراطي وحده هو الذي يعترف للمواطنين بحقوقهم قبل أن يضمنه مع العلم قلنا قبيلا أراه الموضوع ما قل ليش أن الدولة مش تعترف قل لي راه الدولة تضمن ويجبنا نفرقوا بين تضمن وتعترف نحدد ما لا في خطوة أولى نحدد ولا في عنصر جزئي أول نحدد الدلالة السياقية كما تظهر على الشاشة الآن الدلالة السياقية لمفهوم سيادة الدولة وربطها بشرعية وحددنا قبيلا ارتجالا حددنا مفهوم شرعي اثنين إشنين الخطوة اللي بعد مش لي قلت لك قبيلا رانا يزمنا نميز بين الاعتراف بالحقوق وضمان الحقوق هاي قلت ما لا إذا كان ولينا الميز أنه ثم خطوة ستابقى على ضمان الحقوق هو الاعتراف نحكي على الاعتراف ولا فك علينا منه لا نحكيه على الاعتراف على لأنك ما تنجبش تضمن الواحد حقه وانت مزلت ما عطفتش به يقول لي هذي قوية شوية الله ينعرف أنا نعرف اللي هي قوية شوية أما أيضا نعرف اش عندي ونعرف أنه ولداتنا وأبنائنا قادرين باش ينتبهوا ويركزوا يا صديقي نجاحك مش متاعك نجاحك حطوا في بؤت عين أمك انظر إلى عينيها مش تولي مركز بارك لا 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 الساعة مش تخلق التركيز ستحول التركيز إلى حبيب تعانقه ما لا نرجع ونقول نعود نذكر بالفكرة هي في الموضوع حط لي يظمو قلنا احنا ما نجموش نحكيه على الضمان إلا إذا كان ثم خطوة سابقة من الدولة اللي هي شنية أن الدولة تعترف قبل أن تضمن واحد مش ضامن حد شيء ويحب نضمنوله دونك دابور أشي يلزم نعترفوله بالحق نقولوله والله لو عندك حقوق ثم بعد ذلك نمشو خطوة أخرى ونقولوله ورانا الحقوق اللي اعترفنا لك بها هك الحقوق هذيك هي نضمنه هك هذي الملاحظة الثانية ديما في هي العلاقة بين التلازم بين سيادة الدولة كسيادة شرعية وبين حقوق المواطن نوجد فكرة أخرى اللي هي قلنا يلزمنا نميزه بين الشرعية وأكثر شرعية نميزه بين الشرعية وأكثر شرعية هات نحط عليها نحطها فيهم كادر ما ها أكثر شرعية خطر زادة مهمة بالنسبة لي في معنى أنه سيادة الدولة شرعية أما هي تريد أن توسع من شرعيتها ما لازمنا ننتبه إلى أن السيادة هذه ما هي سيادة قريناها في القسم في القسم أحنا قرينا في الدرس أحنا قرينا سيادة الدولة شرعية طوى في هذا الموضوع ما قال ليش شرعية قال لي أكثر شرعية زعم عليش قال أكثر شرعية خطر هو يحب يوسع من مجال الحقوق وهو يوسع من مجال حقوق الأفراد بأنه يضمن هالهم يقعد يوسع من شرعية حكمه هذه ثانية في خطوة ثالثة يمكن أيضا أن نلاحظ قيمة ضمان الحقوق وأثرها قيمة ضمان حقوق المواطن بوصفي هي هذا ضمان يعزز شرعية سيادة الدولة كلمة أكثر رجعتها يعزز خطر أكثر أهي يعزز تقول ليش بك تبدل فيه يقول لي كراني ما بدلتهيش وإنما عبرت عليه حاولت نصوخها بشكل مختلف وكأكثر نخليها غادي ما نعلقش عليها لا نعلق عليه ما عليش أنا مش تعلق ما قتلي من سوى قبيلة راني ما تفلت حتى كلمة وحتى مفهوم داخل الموضوع المالة كلمة أكثر مهمة بالنسبة لي وانا نحب نبين للمصحح شوف راني قاعد نخدم على الموضوع شوف راني قاعد ننظم فيه أفكاري شوف راني قاعد نعمق من تفكيري لهذا الموضوع هذاك على شماله جينا في خطوة ثانية جزئية قلنا إجا نبحث فيه مفهوم أكثر بالطريقة هذه ميزنا مفهوم أكثر بين شرعي وأكثر شرعي في خطوة أخيرة نمشي والباء ماذا نجده نجده قيم الضمان الحقوق وأثرها على المواطن لماذا تضمن تبحث الدولة على أن تضمن حقوق المواطنين وما هو هذا الأثر ما هي هذه القيمة إذا ما ضمنت سيادة الدولة الحقوق لمواطنه الحقيقة إذا كانت تحب نزيد نصعبها عليك شوية ما قلت أنا مش نصعب فيها أنا نوسع من مجال التفكير ونعمق فيه إذا كانت تحب نضمنه عدد متميز ديما نحاول نرفع من العدد قليلا ترفيع العدد خطر حقك يا جماعة رهوا العدد على عشرين ما نعرفش عليش جماعة لداب في كل مرة يبدأ ما يخو اثناش وفرحان يخو عشرة وفرحان اخذي عشر وفرحان ومخلي عشر أخت يا صديقي العشر الأخير اللي سكن خليت العدد رهوا على عشرين كفوا عن أخلاق العبيد الذي تمارسون كفوا عن هذه الأخلاق التي تمارسون العدد على عشرين والعدد يتفك وأنا جادير بأن ناخل العدد الذي أستحق إذن العدد لا تهم العدد تتفك السؤال هو هذا تعلمني كيفاش نفق العدد ها هو كيفاش تحفق العدد بدين تنعلم فيك وقتلك بعض الخطوات الأول أنك تقدم على الموضوع وتلتزم الثاني أنك تقسم الموضوع إلى عناصر تحليلية وتقدم عليها الثالث أنك تقسم العناصر التحليلية هذه إلى عناصر جزئية الرابع أنك تطوع للأفكار أو ما يلزم من الأفكار والمرجعيات وأنت تشتغل على ذلك الخامس تنتبه كل الانتباه تنتبه كل الانتباه نزيد العاود تنتبه كل الانتباه لأنه هذه نجاحك فرحتك الفرح مش يحتاج انتباه بل يحتاج أن تدق طبول الحرب من أجل هذا الفرح إنه الفرح المقدس نجاحك فرح مقدس ويحتاج الكثير من التركيز والتركيز هذا باش يتم بالاشتغال على المطلوب كيفاش نشتغل على المطلوب ما تفلتلي حتى شي أكثر موجودة في الموضوع وليس موجودة موجودة إذا كان هي موجودة تخدم عليها وإذا كان أكثر موجودة مش تخدم عليها تخدم عليها وتلوج على البقعة المناسبة التي تتناسب مع النظام المنهج الذي اخترته باش تكون متناسقة معاه ومنسجمة ثالث وقت يحكينا على قيمة ضمان حقوق المواطنين قلت نمشي معاك أكثر من هك قيمة ضمان الحقوق وأثره أخي أثر على المواطنين لا أثره على المواطن وأثره على الدول الدولة التي تضمن حقوق مواطنينها هناك قيمة تتحقق للدولة وهناك قيمة أخرى تتحقق للمواطنين إذا ما ضمنوا هذه العقوم هك نكون توسعت في الفكار وحاولت أني ندقق في هذه الأفكار من قبل لو أنت تفكر ما سمعناك قلت حتى فلوزوف صحيح ما قلت حتى فلوزوف خاطر كي مش نبدأ بالفلاسفة مش خليهم يفكروا في بقعتك الفلاسفة كيفكروا في بقعتك ويفكروا ما ينجموش يفكروا في الموضوع خاطرهما ما يروهوش أنت ترى الموضوع ما هو ميت معتش يراه مالا كيفش نستخدم عيط الديكارت ولا كانت ولا هيجل ولا روسو ولا سبينوزا ليشهد أنك انتصرت على هذا الموضوع قلوا يجا معايا بالله يديز معايا شوية شوف هذه العنصر هذا أنا قاعد نخدم فيه عاوني عليه طاو يعاونك روسو طاو يعاونك سبينوزا طاو يعاونك توكفيل طاو يعاونك يعاونك على شنو على أن تشتغل تعمك من تحليلك لهذه الأفكار طاو لو نحاول أن نتقدم خطوة أخرى ونحول هذا العمل إلى عمل منجز كيف يمكن أن ننجزه مش نخلي التمهيد في آخر الحصة ومش نحاول نشتغل على ما يجب الاشتغال عليه هاته نشوفه تره نبدأ بالعنصر لولاني اللي هي اللحظة لولا اللحظة لولا اللي أعلننا عليه هاللحظة لولا هذي هاي قلنا نحاولوا تره ندققوا فيها ببعض الأفكار هش نوجد قلنا في اللحظة لولا نحن مش نشتغل على الموقف يولي هكا الموقف والقول الذي سنشتغل عليه الإقرار الذي سنشتغل عليه والذي سننقضه بعد ذلك يشتغل على ماذا تكون سيادة الدولة أكثر شرعية كلما ضامنت الحقوق لمواطنهم لحظة يعودت الموقف كما هو ما بدلت في حد شيء البعض مما يسمعني ولعل البعض وكم يعرفوني ومن كان يعرفوني فهو يعرفوني من لا يعرفوني وات Studien أنت تعاود ترجع في الموقف رجع لي الموقف كما هو موجود في الورق فيم رد بالك تنقص كلمة تزيد كلمة ولا رد بالك تبدأ تتصرف فيها من نفسك قال لي أكثر شرعية رد بالك تنحلي أكثر وتخليها شرعية قال لي ضامن وما تقوليش انفتاح ولا تعترف قال لي ضامن ونقوله ضامن قل لي أكثر شرعية ونقوله أكثر شرعية منزيدش من عنه قال لي سيادة الدولة قال لي سيادة الدولة ما لا في خطوة أولى في عنصر جزئي أول إجا نحدم عبعضنا الدلالة السياقية لمفهوم سيادة الدولة أما هو روما قال لي سيادة الدولة قال لي سيادة الدولة وعلي أن أربطها بالشرعية باش يكون الموضوع ولا التعريف الذي سأتناوله له هذه القيمة المعريفية ما نعاوجش سيادة الدولة كما عرفها ليستاذي في الدرس ناخد إذا كان عندي تعريف عرفه لي أستاذي في الدرس ناخد تعريف ذاك ونحاول الوظف بما ينسجم مع المطلوب إيشنو معناها السيادة السيادة هي سلطة وعرفناها هكذا في القسم سلطة تقوم على الحق مني جبتها كلمة الحق جبتها مشارعية صديقي السيادة سلطة تقوم على الحق وتمارس حكمها استنادا إلى قوة الحق ما لا السيادة هنا هي أشمش تتحول تتحول إلى سلطة حق بما أنها هي سلطة حق إذن فهي ستدافع عن حقوق مواطنها الأصل في الممارسة السياسية للدولة التي ستضمن حقوق مواطنيها أو للدولة التي تطلب الحق هي أن تكون سلطتها سلطة شرعية ماذا تفيد الشرعية؟ عبرنا عن ذلك قلنا الشرعية تفيد ما يعبر عن الحق ويعترف به وما يتأسس على ما هو قانون إذن الشرعية كانت حب للتذكير نستفيد حتى معرفيا الشرعية والتي عندها معنى يأمن حقها من جهة الحق وإلا نحددها من جهة القانون في الحق هنا من بين الحقوق عندي الحق في الحرية وعندي الحق في المواطنين إلاهما يؤسسوا لي فكرة الحق واللاحظ أنه هناك كأني أحلت على فكرة الحقوق التي يمكن أن يتوبتع بها المواطنين رينا كلمة حقوق المواطنين تقول لي هكذا ما أخدمتش عليه لا أخدمت عليها ضمنية وقت استعدت فكرة الشرعية أربطتها بحق المواطنة وحق المواطنة تقوم على شنو على حقه في الحرية على حقه في المساواة وغيرها من الحقوق الأخرى هذه أولا وهذا ما يؤسس لي ما هو شرعي عليش تحكي من سواء على الشرعية ما قلت نحكيه على أكثر شرعية أنت ما تنجيه مش تحكي على أكثر شرعية إلا إذا كان حكيت على ما هو شرعي أتون بعد نبين لي كيفاش بش نحكي على أكثر شرعية إذن هذا ما يحدد سيادة الدولة في بعدها الشرعي تتأسس إذن الشرعية على الحق الحق القائم على فعل العقل والاستيناد إلى القانون ما لا عندي القانون هونية هو فعل العقل إن الذي يطيع القانون لا يفعل في الحقيقة إلا أنه يطيع الحق هذا في مستوى تحديد المفهوم لو ننتقل الآن إلى العنصر الثاني اللي كنا قد استخرجناه وقلنا في العنصر هذا أش نوجد نوجد نوع من التلازم بين إقرار شرعية سيادة الدولة والاعتراف بحقوق المواضي إذا كان سلمنا بأن سيادة الدولة قبل أن تضمن هذه سيادة يجب قبل أن تضمن حق الأفراد يجب أن تعترف لهم بالحق يعني هناك خطوة سابقة لضمان الحق وهو الاعتراف بالحقوق إذن تستمد سيادة الدولة شرعيتها من الاعتراف بالحق ضرورة لا معنى للشرعية في غياب الاعتراف بالحقوق ولكن نوجد هنية يتوسع مفهوم الحق ليشمل حق الأفراد في الحرية حق الأفراد في المواطنة واستبعاد اعتبار الأفراد رعاية تقول يعني ليش تحط فيه استبعاد اعتبار الأفراد رعاية هذه زادة مسلمة ضمنية نخلص بها أن الاعتراف بحق المواطنة لا يتحقق إلا داخل النظام السياسي الديمقراطي وليس داخل النظام السياسي الاستبدادي لأن نظام السياسي الاستبدادي لا يعترف للأفراد بأي حق بل هو لا يعترف أصلا بإرادتهم عندي فكرة المواطنة نخدم عليها أو لو حالين موجودة في الموضوع موجودة ما لا نخدم عليه المواطنة صفة مدنية نشأت داخل النظام الديمقراطي وتعني مبدأ الانتماء إلى هذا النظام المواطنون الذين ينتمون للدولة هم الذين سيحملون جنسيتها داخل هذا المجتمع الذي تحدده مجموعة من القوانين والمواطن في هذه الحالة هو مواطن يتمتع بمجموعة من الحقوق السياسية وعليه وجبات وفق ما يقتضيه القانون في التجربة السياسية الديمقراطية وفي النظام السياسي الديمقراطي ينطلق هذا النظام من تشريك المواطنين في الحكم يصبح المواطنون شركاء حقيقيين في الحكم وهو ما يحفظ حقهم في ممارسة الحكم السياسي فهم إذا كانوا يمتثلون لسيادة الدولة فإنهم في الحقيقة لا يمتثلون إلا لأنفسهم الاعتراف ليته في السياسي على قاعدة المساوات لأنه ما عنديش مواطن واحد أنا كلنا مواطنون وإذا ما كان المواطن يتمتع بالحق فإنه كلنا نتمتع بنفس الحقوق ويتم حرف بصفة المواطنة مسلمة ضمنية تفترض أنه لا يمكن ضمان صفة المواطنة إلا من جهة أنه سبق للدولة الاعتراف بحقوق المواطن تضمن الحق قبلها ثم فكرة أخرى سابقة في شكل مسلمة ضمنية هي أنه الدولة تعترف للأفراد بحقوقهم وأولها حقوق المواطنة تمثل إذا سيادة شرق إمكان المواطنة نلاحظ هنا كيف شن السيادة هي شرط إمكان المواطنة أيها المواطنة ماذا يمثل؟ ويمثل المواطن أيضا شرط إمكان شرعية السيادة إذا كان السيادة هي التي تعطي للمواطن سيفتها بأن تجعل من الإنسان مواطنا فإن المواطن يعطي للدولة سيادة فيجعلها سيادة شرعية ريسي بروك لحكاية الدولة كسيادة أعطا صفة المواطنة للمواطنة خطر المواطن قبل أن يكون مواطن كان إنسان والمواطن أعطا زد للدولة ريسي بروك متبادل العلاقة أعطا للدولة ماذا أعطى للدولة؟ أعطى للدولة سفة الشرعية إيشن هو الاستنتاج النجم من أخرجه به؟ لا مواطنة دون سيادة ولا وجود لسيادة شرعية دون مواطنة تقول لي المسيو إذا كان ما فقت الشانة بفكرة الاعتراف مقبول العمل متاعي نقول لك مادم تتشتغل على الموضوع مقبول إيش فيه معنى؟ تنجم تهم الفكرة الجزئية ما انتبهتش له أما ليس من حقك أبدا أن تهمي لفكرة أو عنصر تحليلي يتم الاشتغال على في عنصر أخير مش نشتغلوا لضمان حقوق ضمان حقوق المواطنة يجب أن يتأكد بعد أن تكون الدولة قد عطرفت بهذه الحقوق وهذا من شأنه ألا عندي الإفيد مفهوم أكثر مفهوم أكثر يحمل ضمنياً معناها عندي مقارنة ضمنياً تقول أكثر معناها أنا عندي حاجة تتفوق هذا كعليش من بين المعاني التي تقال عليها صيغة أكثر هي الزيادة في الشيء أو توسيعي حضوره لا يحصل على ما هو أكثر إلا لمن سبق له أن حصل على الشيء أو إذا قارن بشيء سابق له معناها نقول على حاجة أكثر في إطار نوع من المقارنة مع حاجة أخرى هذا كخذاء وأنا مطالب باش ناخذ أكثر ما لا أول المعاني أنه صيغة أكثر هي صيغة تدل على زيادة وتدل على المقارنة نسجلها إذا أمكن أهاي صيغة أكثر ما جبتاش من عندي موجودة في الموضوع هذا كعليش أنا نقدم عليها وهذا كعليش حليت عليها قوس صيغة أكثر إحالة على المقارنة في جزء منها وإحالة على زيادة في جزء على زيادة في الشيء في جزء آخر منها إذن هذه الشرعية لا تريد أن تكون مجرد شرعية وإنما تبحث لنفسها على أن توسع من مجال الشرعي معنى صيغة أكثر تفيزد قلنا قبيل الزيادة أم أهونية التوسع في الشيء بالإضافة عليه أو على ما تم ما تم الحصول إضافة ما تم الحصول عليه هذا في مستوى صيغة أكثر واتلاحظ كيف يحاول أن نكون دقيق ما فلت حتى مفهوم ما فلت حتى علاقة وحاولت نعزز الخدمة ببعض المسلمات الضمنية التي بإمكانها أن تفيدنا ما لا في عنصر جزء صغير أحكينا على صيغة بحثنا في صيغة أكثر شرعية في عنصر آخر أيضا نبحث في قيم الضمان حقوق المواطنة وأثرها على المواطن في مستوى إقرار ضمان حقوق المواطنة نجد أن هذا الضمان يتأكد من خلال السيادة التشاركية التي تعمل الدولة على أن تقرها للأفراد ليتحولوا إلى مواطنين شركاء في الحكم السياسي ويتساوى كل المواطنين في التمتع بحقوق سياسية واحدة واعتبار المواطنين ذوات حربة إن الاعتراف للمواطنين بحقهم في مراقبة الدولة والحد من هيمان هذه أفكار النجم نستخدم أو تشريع لقوانين عادلة يمتثل لها كل المواطنين باعتبار أن هؤلاء المواطنون هم هؤلاء المواطنين لا يمتثل القانون إلا إذا ما كان عادلا أو هذا القانون مثل ما يعبر عن ذلك سبينوزا ولاحظة نهونية استدعية سبينوزا لا يعبر إلا على العقل فمن كان يخضع للقانون إنما يخضع للعقل هكذا يتحدث سبينوزا القبول أيضا بطاعة سيادة الدولة إنما يتحقق من خلال الامتثال لهذه السيادة وهذه السيادة تمثل الإرادة العامة ولما كان الفرد ولما كانت إرادة الفرد جزء من الإرادة العامة فإن الإنسان وهو يطيع الإرادة العامة إنما يطيع إرادته لو نبحث الآن عن سيادة الدولة في ضمان حقوق المواطنة لا من جهة علاقتها بالمواطن وإنما من جهة أثارها على الدولة ونوضحها الفكرة هذه نحاول نوضحها نحن نبحث نبحث في أثر ضمان حقوق المواطنة محقق أن الدولة ستستفيد من بحثنا عن من جهة علاقت علاقتها بالمواطن ولكن بإمكاننا أن نبحث فيها أيضا من جهة علاقتها بالدولة ماذا يمكن أن تضيف ماذا يمكن أن يضيف ضمان سيادة حقوق المواطن للدولة التي تمارس فعل الحق نشوف مع بعض نطرح ماذا يمكن يضيف ضمان حقوق المواطنين ماذا يمكن أن يضيف لهذه الدولة هذا ما سيضيفه قبول المواطنين بسيادة الدولة والعمل على دعمها ما عدت ماذا يمكن الناس تحتج وتطالب بحقوقها باعتبار الحقوق خذاوها وأكثر من حقوقهم الثاني اقرار بدأت الدول السلمي على السلطة الذي يحفظ الاستقرار السياسي للدولة الثالثة الرابعة انعكاس شرعية سيادة الدولة على تحقيق الرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي الدولة إذا ما كان ضامنة لحقوق أفرادها فذلك ينعكس على رخاء الدولة لأن الدولة إذا ما كان تكثر استقرارا سياسيا أثر ذلك على ما هو اقتصادي وهذا الأثر الاقتصادي يتحدد من خلال ما يمكن أن يستفيد منه المجتمع من رخاء اجتماعي توسيع ما طالب المشروع السياسي للنظام الديمقراطي نحو طلب تحقيق السعادة المواطنين اليوم تم فكرة قاعدة دور برشا ويتبنها الغرب كالعادة هذه الفكرة هي الآتية السعادة مسؤولية من؟ هناك من يجعل من السعادة مسؤولية الدولة اليوم الدولة مطالبة لكي تخليك سعيد لعل ضمان حقوق المواطنين يتنزل داخل هذا المجال الذي يجعل من الدولة قادرة أن تجعل من مواطنيها سعادة تصبح إذن مهمة الدولة توفير السعادة لمواطنيها ويصبح إنقاذ سيادة الدولة من كل انحراف بالسلطة مفهوم أكثر يفيد أيضا ما يمكن أن يتحقق من سعادة من سعادة ولكن هذه السعادة يطالب المواطنون فيها بالزيادة فيها أكثر ما داموا قد ضمنوا لأنفسهم حقوقهم داخل هذه الدولة في القسم في القسم الثاني في القسم الثاني نجد في القسم الثاني نجد أن سيادة الدولة التي تضمن لأفرادها نجد أن سيادة الدولة التي تضمن لأفرادها الحقوق إنما في الحقيقة وإذا ما أردنا أن نراجع هذا التصور نجد أن الأمر سننظر إليه من جهة أخر فقد لا يكون الاعتراف بحقوق المواطنة داخل مجال شرعية الدول بل قد يتحول إلى تهديد للدول ثم فكرة خلينا نعلمها لك لدينا مشكل تقريباً التلامذة لكل في النقط أغلب التلامذة لا تحسن الاشتغال على النقط ولا تحسن استخراج أفكار نقدي مش نقطر حليك حل إن شاء الله ينفع وأنا متأكد أنه ينفع لأنه ينفع بعض من أبنائي وبناتي نشوف الحل هذا أنت دابور مش تخدم على شنو على الأطرحة دونك جيم تعمل إعادة التذكير بالأطرحة نحكي في اليوم مش تحاول تذكر بأن يراهني أنا نخدم على سيادة الدولة التي تريد أن تكون أكثر شرعية ويجب عليها أن تضمن حقوق المواطنين باش نجم تخرج أفكار أشيء يجبك تعمل ها ها جيب مسلمة استخراج إحدى التبعات السلبية لهذا الموقف أنا هو الموقف اللي يكون نحلو فيه طرح هات نشوفوها الحكاية ها نشوفوها مع بعض أحنا شعن سيادة الدولة أكثر شرعية بضمان حقوق المواطنين لو افترضنا سيدي أعطيني لو افترضنا من كلام هذا صحيح وتحقق ضمان حقوق المواطنين كيف سيكون هذا الضمان هذا لو إشني انتجة سلبية واضح انتجة سلبية هو يتحول المواطن قو استقوى المواطن المواطن حينما يستقوى يولي يتفضعك علينا يولي يدز علينا في سدره على الشكوهن على الدولة مش علينا يولي يدز علينا في سدره ما لا يتحول ماك تعرف أنه المواطنين غالبا ما تسيرهم من فعالاته ما لا استقوى المواطن النجم يولي ديكتاتورية مواطن ديكتاتورية المواطنين هذا واحد القوة التي يستعملها المواطن قوة المواطن محكومة بالانفعالات وهذا يهدد وهو ما يهدد نظام الدول ونظام الأفراد يكون نظام الأفراد معناها العيش السلم ريت قد ديش ولا الأمر سيه سيادة الدولة التنجم تستغل فيها الدولة لشنون مزيد تطويع المواطنين لسلطتها شوف قد نجمي فكرة جمناها والأمر أبسط من هكا برشا كأنه وقت نسلم أن الدولة تضمن حقوق المواطنين النجم نوصل لهذه النتائج وهالنتائج هذه نتائج السلبية أولا أن المواطن يلي قوي والخشية أن المواطن والقوة المواطن تولي قوة أكثر من قوة الدول وهذا يهدد الدولة ذات ويهدد قوة الدولة واحد اثنين المواطن إذا ما ضمنا حقوقه وأصبح يعتقد أنه قوي فإن هذه القوة يوظفها توظيفا سيئا المواطن المحكمون أنت تشوف هم لا يحكمون عقولهم بل ما يرونه أو به ينخب في زيد ولا عمر جوز خطر عجب لا لا والله يعجبني يعرف يتكلم ماذاك خطر عجب يعني منظرش اللي يتكلم فيه الخطاب الصحيح ولا غسليم ولا لا متماسك ولا قادر باشي حق ولا لا لا يعجبني ذاك أقنعني عنده هو الإقناع ما هوش إقناع عقلي الإقناع عنده هو إقناع مشهدي تصويره باهية يزم يكونش بيب كعب أبو قوس ما تراشح ليلتي خبات باشي نخبوه ما كانش لا ولا يزم يعرف يتكلم يعرف يتكلم مش بضرورة وهذا قناع في الفلسفة الصفصائيين يعرفوا يتكلموا ويعرفوا يقنعون ولكن هل الإقناع الذي يمارسونه هو إقناع حقيقي ولا مغاليتي الإقناع اللي يمارسون فيه هو إقناع مغاليتي ما لا المواطنين تحكموا انفعالاته هو تحكم انفعالاته وفاقد للحقوق فما بالك عادي ولي عنده حقوق وتولي الحقوق هذه مضمونة بالنسبة لي هذا سيؤدي إلى تهديد نظام الدولة وتهديد نظام الأفراد والعيش السلمي بين الأفراد فكرة أخرى زعم ما تكونش سيادة ما تكونش ضمان حقوق المواطنين عندها غاية أخرى قل فني نضمن حقوق المواطنين لذي هل يتنجم تكون عن كيما شنون يظهر لي باش نرتحه منه والواطن ونقصر في رغولة نهار كامل ويجغنن عليها هكا مع ما تليش هاو كذي اش نعمل ايه برة نعطيه الحقوق ونضمنه هالحقوق ونرتح منه وما عادش يخرج يحتاج ما عادش يتمرد عليها وما عاجت عنا صوت متاع معارضين خطر لي مش يطالبوا به المعارضين كله أنا عملته اما يبدو لي الغاية الحقيقية من ذلك هو كيف يمكن أن نطوع المواطني لسلطة الدولة لنحن لا نطوعهم إلا بضمان حقوقهم هذي بعض الأفكار نجمو نشتغل عليها ما نعرفش الحقيقة في التكل لكن المتأكد منه أنه اللي قلتولك أنت ما تعرفوش قبل ذلك هذا ما كان مني ونلتقي على تفوق نفتكه لأنفسنا تذكروا دائما أن نجاحك في مآقي عينين ولدتك عينين أمك في عينين أمك ثم زوزح ويش يا إما دمعة يا إما دمعة تهبط منها وإلا ثانية قوة فرحة تخرج منها في الزوز حافظ على قوة فرحتها ونحي دمعتها حافظ على قوة فرحتها ومسحلها دمعتها هذا ما كان مني واخبر الآخرين عنه مشكورين يا جمعة إلى اللقاء نلتقي دائما ترجمة نانسي قنقر